تجيك على الانفجار كرادة شعلت ومضة تلاها الصوت ثم تطاير الحديد والنار لتسقط الجثث وتصهر الأجساد بالنار هكذا كانت اللحظة والتي وقعت فيها فاجعة الكرادة قبل عامين فجعت تلك المنطقة الحزينة بأطفال قتلوا وعوائل فقيدة عدة أشخاص في لحظة واحدة ففي كل عام تبكي الكرادة وترتدي ثياب الأحزان لفراق أحبتها عام ثاني يمر على تفجير الكرادة ولا تزال تلك الذكرى عالقة في قلوب ونفوس العراقيين مشاهد الحزن لم ولم تمحى من ذاكرة الجميع فالتفجير الكبير هذا العاصمة بغداد إذ استشهد فيه أكثر من 400 شهيد وجرح المئات بتفجير دموي استهدف أصحاب المحال التجارية والمارين من مكان الحادث الذين كانوا يتبضعون لعيد الفطر المبارك باتت الكرادة كمدينة الموت المنطقة التي تعد أكثر حيوية وزخما أصبحت اليوم مغلقة بسبب التجديدات الأمنية وكثرة التفجيرات إلا أنها سوف تعود من جديد فالكرادة ما زالت على قيد الحياة ولن تموت من بغداد علي صلاح WTV